ارتفاع في اعداد المتقدمين بطلبات اللجوء الى اوروبا وغالبيتهم من افغانستان وسوريا التي يلجأ مواطنوها الى كافة بلدان الاتحاد الاوروبي بحسب روبرت فيسر مدير المكتب الاوروبي لمواكبة طلبات اللجوء هناك ميل عام للنظر في شؤون وعمليات طلبات اللجوء ومنذ فترة غير بعيدة وفق البرلمان الاوروبي على سلسلة تشريعات خاصة باللجوء وهذا الامر انعكس على دول الاتحاد التي بدرت الى اعادة النظر ببعض تشريعاتها حزمة تشريعات خاصة بطالبي اللجوء اقرها البرلمان الاوروبي في شهر حزيران يونيو الماضي هذه التشريعات جعلت كافة طالبي اللجوء يخضعون لذات المعاملة في كافة انحاء بلدان الاتحاد الاوروبي حتى في كرواتيا التي انضمت رسميا الى الاتحاد في مستهل الشهر الحالي ستطرح هذه التشريعات الاوروبية للمصادقة عليها في البرلمان الكرواتي ترجمة نانسي قنقر